موسيقى لهيك ما في دعي لوجودك طيب تمام لا تاكلهم أنا رح انتظرك بدنا نحكي سبيل خانم بالله شو إرهام بك لا تنسى الاتفاق اللي بيننا نحنا لازم نمشي عليه بس إذا قررت تنسحف فجأة شو رح يصير إذا انسحبت كاملي ليش سكدتي على كل حال منحكي لهيك ناطرك فيك تروحي هلا وكمان فيك تقولي اللي بدك يا لأبوكي ولأخوكي فضلي أنا إمتى بدي أخلص بقى عن جد مليت رح أطلع لحالي من حياتك بس لأتأكد من قصة الصور أنه انتهت وأنا مليت مطالع بيدي شي بتحب تشرب قهوة؟ لا يسلموا ما بدي حاسة إنه جاي عبالي أكيد ما بدك تشرب؟ لا قلتلك ما بدي عرضت عليك وما بحب صر صدقني ما رح تندم شو رأيك تروحي تجهزي حالك؟ ما حلوي أبوكي عم يستناكي هلا طاهر بيك ما نوسهل بنوبه ما رح يسكت عن اللي صار ورح يعاقبك قدام العيلة هاد رأيه الشخصي على راحتك ليش حسستك مبسوط من اللي صار؟ ليش لكون مبسوط؟ بس بالنتيجة هي نهاية القصة اللي بدنا نوصلها ما؟ يا ريت هاد الزكاء تستخدمه بشي تاني يفيدك بالمستقبل أو يفيد غيرك شكلك حبيتها ما؟ طييلة بس طيبة بيكون كتير منيح إذا بتنزليني هون وبعدين كيف بدك تروح؟ رح يجيبوا لي سيارة على المكان اللي أنا فيه بدبر حالي بس مو صعبة عليك؟ ياريتك ما أصريت من الأساس تجي معي كل خطوة محسوبة علينا مو؟ أنا هيك بشوف تصبحي على خير أنسي سبيل وأنت بخير مع كورونا؟ حاشتك غلظة لأي إمتى بدك تضل بره يعني؟ هاد ما بدك بوقف فوت خلصنا بقى فوت تعال مو معقول مغلظة مو معقول شو بارد الجو؟ الله يعين العالمي اللي لساته بشغله بعرف عم دايقك بس قريبا جدا رح لاقي الحل لهي البشكلة لهيك برأيي تعطيني المفتاح لأنه ما بدي تعبك وكل شوي تفتح للباب وخاصة إذا قاعده مرتاح شو رأيك؟ حلوة فكرة؟ ما عجبتني صحيح؟ شو خلاني اخطر على بالك بعد كل هالمدة؟ لأنه قلبي مصنوع من ذهب فمت علي معك حا بدك يا ذهب غليان هالفترة لا دا ما بدي منك أي شيء أبدا بس ما عد بدي ياك تعزيب حالك وتعطيني نصايح كل الوقت آه بشو هالمعكورونا؟ بصوس البندورة آه شكلة طيبة بدك شيء مساعدة؟ لا يسلموا إيرهان عم يدقلك؟ آه بعرف رح رد لا أنا آسف بس كنت بدي أقل له إنك مشغولة لا لا ما في داعي تشرب شاي؟ لا يسلموا بابا؟ بدك شاي؟ إيه بدي تكرم ما قلتلي أنت منيحة؟ إيه إيه أنا منيحة شو كل شوي بدك تسألني هالسؤال؟ أنا مبسوطة ورايقة وطايرة من الفرح مش عايفني؟ شو؟ طيب وين؟ يلا لكني جاي فوراً مسافة الطريق لون رأي؟ إيرهان؟ أصطباً طيب وينسألني مركز أصطباً لون رأيك باباً المترجم للقناة 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 بطيور المترجم للقناة 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 سبيل يا ريت تستني شوي وبعدين بتروحي شو هالحص دائماً حظي زفت قل يلعن أبو هالحص يلعن أبو هالحص الزفت عن جد ممعول حظي أبداً كنت مفكرة أنك رح تضلي معنا بعد الزواج أنت استقلتي مشان هالشي ما؟ لا مو لها السبب الاستقالة بصراحة فكرتك مرتاحة ومبسوطة هون الموضوع ما له علاقة بالشغل بس عندي شوية ظروف شخصية ماشي خلص ما بعرف شو بدي يقولك كتير كتير زعلانة لأني رح أخسرك وطبعاً بتمنى لك كل التوفي شكراً كتير فكرت بقرارك منيح قبل ما تاخدي كان أحسن قرار باخده رح أشتق لك كتير وأنا رح أشتق لك رح ضل زوركن حبيبتي رح نشتق لك كتير قلو لات كمان يا حلوين يلا تعالوا بسرعة واضعوا الآن سائلي أبسرش بدك تروحاً بتتركينا خليكي لا تزعلوا ما رح أترككن رح أجي زوركن على طول ما تقلقوا تمام لا تبكوا حبيباتي لا تبكوا يلا يا أولاد بكفي فوتوا على الصف أنا شوي وبجي بشوفك رح نشوف بعض أكيد موسيقى موسيقى ليش عم تبكي إليف شبكي إليف إليف حاجة خليني يصرخ بالطريق بهالطريقة شوفي هلأ صار بدك يعنا نحكي مو حبيبتي شبكي إلي ساعتين عم بتصل فيكي ليش ما عم تردي علي كان عندي شغل مهم لا تواخذني وشو هالشغل المهم يلي ما خلاك تردي علي فيه شي أهم مني عم حاول أسس لحياتي تركت شغلي وبلشت بمكان تاني كيف؟ لو عطيتني دقايق من وقتها كنت خبرتك وقت أجيت لعندها شو عم تقولي؟ ليش تركتي الشغل؟ بعرفك بتحبي الأولاد كتير ليش هالشي كله؟ روح من وشي مو كيف بتتركيني وأنا عم بحكي وبتديري ظهرك؟ ليش أنت ما عملت نفس الشي معي؟ ما عطيتني فرصة لأحكي ودرت ظهرك ورحت لعند هديك المرأة صدقيني ما صار شي بيني وبين هديك المرأة بشو أحلف لك لتقتنعي؟ ليش ما عم تفهميني إليف؟ بالله ما صار شي أوكي تمام قلتلك لا تروح ورحت قلتلي ما صار شي وهات كمان كذب قلتلك ترك شغلك وما رضيت وبتظل تقلي في اتفاق بيناتكم سيبيل عن جد وحده الشيطاني على فكرة هاي المرأة اللي عم تقولي عنا شيطاني هي اللي أنقذتك من الموت ولا نسيتي هاد الشي إليف؟ لازم كون مدينة إلى الموت؟ أنقذتني بس أغدت حياتي بالمقابل حياتي اللي هي أنت أنا آسف ما كان أصدي أبداً دايقك أو خليك تفهميني غلط باعتصر إذا بدك تضل عم تشتغل معا بنفس الشركة فأنا كل عمري ما رح دوق طعم الراحة بحياتي بس مو مشكلي مش الحال ليش تركتي الشغل؟ سهل تغير الموضوع وقت ما يكون عندك جواب هلأ لصر تفهمك على المظبوط قلتلي لقاتي شغل جديد بس وين هالشغل؟ أنت كذاب بس أنا مو هيك رح أشتغل عند تونجاي بيك مين هادا تونجاي بيك إليف؟ هاد أخوة الكبير لما عشوقتك سبيل رح أهتم بابنه بدل ما أهتم بمجموعة ولاد رح أهتم بولد واحد ورح أخذ مصاري أكتر وهيك رجعنا نشتغل عند نفس العالم عم فكر إله إختك سرقت خطيبي وإنت قديش قبضت منها لحد هلأ؟ شو صار؟ انت زعمرائك يا روحي؟ ضايقتك؟ ليش ما قلتلي الحقيقة؟ صعبة عليك مو؟ عكل حال أنا ما عملت مثلك لا تقلع أنا بس رح أشتغل مو أكتر لأنه أنا عندي كرامة إرهان ما رح أعمل مثل الاتفاقية تبعك ترجمة نانسي قنقر شكراً كتير لأنك وقفت جنبي كان هالشي دعم كبير إلي ولا يهمك؟ إذا بدك بوصلك بطريقي تعرف شو كان معك حق؟ وقت اللي بتواجه اللي غلطه بيحقك بكل شي عن جد بيرتاح قلبك وضميره كمان تونجاي ما رح يمرأة على خير أبداً يعني الله أعلم هلأ بشو عم يفكر ومن وين رح يهاجمنا؟ شو أعمل له؟ يفكر ويهاجم معني خايفة وبس إذا عرف بالاتفاقية اللي بيننا وقتا لازم تخافي وكيف بده يعرف؟ يمكن من إليف ليش إليف ممكن تحكي شي؟ إليف بتحبني كتير معناتا لازم نعمل جهدنا إنه إليف ما تحكي شو ما صار؟ كيف إلي عيني أحكي مع عمي برهان هلأ؟ لك ليش ما عم يرد هالصبي على التليفون تبعه؟ أردا؟ أردا؟ شوفي بابا؟ عم اتصل بإختك ومع عم ترد وإرهان كمان مع عم يرد رح روح دور عليه ونقلبي مثل النار تمام أنا طالع بعد شوي شو بعد شوي؟ هلأ أروح شوف إختك وينها من الصبح ما بينات طيب خلاص ماتا كل هم إنتي بابا رح 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 ودور عليهم يلا يا ابني يلا كسرعة خلصني يلا اي اي تصبحي على خير إرهان؟ 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 أنا كأني كتير زودتها مش عن قصة إليه وزعجتك كمان ما هيك؟ مو مشكلة بعرف أنا بعرف أنك بتحبه كتير إليف بتكون خطيبتي لها لها وطالما هذا الخاتم بيأصبحي ما رح اسمح لأي حدا بدني زعله أكيد لأنك أنت إنسان محترم وبتحمي اللي بتحبون كمان لهيك بشكرك من كل قلمي كيف عم يعمل هيك من ورق أختي؟ موسيقى موسيقى